لما لفنا بلاد كتير وروحنا مثلاً وكنا بنروح مثلاً محافظات ونسألهم عن الأكل بتعمل إزاي فكان من المفارقات الجميلة قوي والحاجات الحلوة قوي إن احنا كنا في الشرقية ويعني مش عايزين ننسك الأسماء فقالوا إن مفيش واحدة ست تقدر تتجوز غير لما تكون تعرف تعمل الكرشة كل الحنوات اللي هناك في الشرقية لازم اختبار للمخطوبين تعرف تعمل الكرشة ولا لا لو عارف تعمل الكرشة تتجوز طيب هقولكو بقى على حاجة حلوة قوي للكرشة الكرشة احنا بننضافها إزاي؟ الكرشة بنجيبها بكل بساطة بعد ما بتتنضغ كويس جداً بنقعها مية وخليه وحصير للمون وشوية ملح بتدي غسل 3-4 مرات لغاية ملونها يبتدي يفتح معايا وبعد كده بغير عليها مية السلق أول حاجة بسلقها وطلعها وارم المية وبعد كده أحط الكرشة مرتين وغير عليها لغاية ما تستوي وتبقى بالشكل لحضراتكو شايفينه لونها بيضة قوي حلوة زي القشطة زي ما انتو شايفين بس هنقدم معاها النهاردة هنقدم معاها لسان عصفور نقولي المقادير والمقادير هتنزل على الشاشة الكرشة نصف كيلو كرشة وحطين كمان معاها لسان عصفور عصير طماطم شوية كرات وشبت وبصل وشوية خل والخل هو عنصر المفاجأة اللي هيتبقى مع الكرشة زي الخل بلسامك بزبط وتوم وجزر وشوية شطة حمرة وصلصة طماطم وشوية توم سلايز طيب الكرشة من الحاجات الجميلة قوي الدكاترة بتنصح بيها وهي ناية بس طبعا لما بيكون الدكاترة كمان أما نصحوا بيها قالوا ان هي اسمها في المرحلة دي وأول ما دي بيها هتتدبح اسمها الكرشة الخضرة الكرشة الخضرة بينصحوا بيها ليه خصوصا لما بيكون بتاعة خروف بتتغسل طبعا كويس جدا علشان لما حللوها الدكاترة لقوا ان هي بتساعد على عناصر هضم وعناصر غذائية حلوة قوي وبتساعد كمان على نمو الأنسجة والغضاء الجدار الموجود في قلب المعدة جدار المعدة بيبقى قوي جدا خصوصا لما يكون الكرشة لسه مدبوحة حالا وكمان فيها كالسوم وفسفور وبروتين اكتشفوا كمان وجود حمد جميل قوي احنا ما بنقدرش نجيبه غير من الزبادي والخمائر الطبيعية هو حمد اللاكتيك حمد اللاكتيك حمد اللاكتيك من الحاجات الجميلة قوي اللي موجودة في قلب الكرشة اللي بتساعد على الهضم خصوصا كمان لما بتكون الكرشة نية ونقدر كمان نكونها نية بس تتنظف كويس فيه ناس كتير أمثلة كتيرة جدا إزاي ننظف الكرشة فيه ناس قالت بسبرين سبرين ريفو أو فيه ناس قالت كمان بننقعها في خل وعصير اللامون قابليها بيوم كل الحاجات دي ملهاش أي أدنى 30 لازمة غير في طريقة تسويتها وطريقة عميلها بنسويها إزاي زي ما أنا قلت لحضراتكم إن احنا بنغسلها كويس قوي 3-4 مرات لغاية ما لونها هيبقى أبيض الميا اللي نزل عليها ببيضة وبنغسلها بملح ولمون وشوية خل وبعد ما بنغسل ده كله بنعمل إيه؟ بنغسلها أول حاجة نحطها في قلب الميا وهي سخنة طبعا الميا فيها بصل كرفس كرات أعشاب عطرية علشان تدي ريحة حلوة قوي وبعد كده بشيلها هلاقي فيه ريم كتير مفيش مشكلة هشيلها وغير الميا اللي أنا هسلق فيها وابتدي أسلق الكرشة بتاعتي مرة والمرة التانية دي بتبقى آخر مرحلة ببتدي أسوي فيها الكرشة لغاية النهاية لغاية ما الكرشة بتاعتي بتبقى مستوي طيب تعالوا بقى نبتدي نشوف هنعمل الكرشة بتاعتنا إزاي بكل بساطة زي ما أنتوا عارفين إن الديسلوجة بتاعنا بتاع الحلقة بتاعتنا أو بيتك مطبخك بكل بساطة أكل بسيط جدا تحضيره بسيط جدا وبنقدمه بطريقة بسيطة حطين إحنا طاصة هنا هنحط معاها زيت كمية زيت كبيرة علشان نعمل اللسان العصفور نقل ليه طيب قادي الزيت نقول بسم الله لغاية ما داي لون هنعمل السوس بتاع الكرشة سوس الكرشة هنعمله سوس الفاتر أو زي ما بيقوله سوس الكمونية سوس الكمونية هنحط له سوس طماطم هنحط معاها الكمون كتير قوي كتير من هنا لغاية المنصورة طيب وبيديها طعم حلو قوي وما بتحسش بريحة الكرشة ولا بتحس الطعم الكرشة بتحس بحاجة حلوة قوي طعمها جميل بتحس إن انت فيه عندك كمان إحساس إن انت بتاكل نوع من أنواع اللهم لكن مختلف خدوا بالكم الأحشاء والحاجات اللي موجودة في قلب الخرفان وفي قلب الدبائع تبقى جميلة قوي خصوصاً الأيام دي كل سنة وحضراتكم طيبين بتبقى كلها فريشة نقلب ده كده تقلبتين هنحط شوية زيت في الطاصة دي ومعاها التوم التوم بصوا التوم هنحط هنضيف عليه بقى دلوقتي شوية الفات ومعاها شوية صلصة الطماطق ونقلب دي بتقلبتين هنحط مع ده شوية الجزر دول رحيتها بقت جميلة جداً خلت عيني تدمع يعني عايز أقول لكم بجد عيني دمعي بسبب أنا عليا رحيتها حلوة قوي خصوصاً كمان سوس الطماطق هحط مع سوس الطماطق يعني شوية صلصة بيوري صغالين قوي وشوية الشطة بقيت المكونات بتاعتنا دول مع دول دول اللي هيتحطوا مع قلب نسان العصفور أول ما دي تغلي هبتدي حط معاها كمية الشابت دي كلها الكمون والملح في التوقيت ده هادي الكمون كمية الكمون كتير والملح ونقلب ونقلب تقلب تقليد تقليد طيب 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 الأكلة دي علشان تكمل لازم لها فلفل سود بس هنحط الفلفل سود حيني والملح هنحطه مع اللسان العصفور لأن اللسان العصفور فيه شكتمية نشويات وفيه هو عبره طبعا عن عجين فلازم أخليه يقبل طعم لسان العصفور نفسه لما تيجي تاكله تحس فيه بحلاوة تحس فيه إنه هو مملح مش إن أنا أكل حاجة متغلفة بالسوس لا هو ده التكنيك أو الطرق بتاعت اللي هو يقدر إزاي يخلي كل حاجة بتتماشى مع بعض طعمها حلو قوي وفي نفس الوقت ما حسش بطعمه مختلف حاجة زيادة أو حاجة نقصة أو في نفس الوقت كمان ما حسش إنه تعمل لسان العصفور في سكة تانية خالص والسوس بتاعي في حاجة تانية خالص لازم أحس إنه اللي اتنين طعمهم ماشي مع بعض وانسيابي وفيه زي ما بيقولوا كده سنفونية بتتعزف ما بين الأكل وبعض لسان العصفور لما أحلوه هو ولونه بقى أحمر وجميل حلو قوي أنا عاجبني قوي اللون ده هبتدي حطي إيه بقى هبتدي حط البصل بتاعنا علشان لغاية عايز بس أوري حاجة لحضراتكم لو ياريت لو الكاميرا تيجي لسان العصفور لسه كله لسه لسان العصفور ما حمرش للدرجة اللي أنا عايزها بس أنا لو أنا حطيت البصل ولسان العصفور حمر البصلة هتبقى لسانية ولسان العصفور هيكمل تسويته هحطي بقى القرات بتاعي الجميل ده البصل والكرات والكرفس والجزر والحاجات الجميلة دي شوية الفتم بقى اللي سلايز إيه طب بقى أنا عايز أقول لكم على حاجة حدو قوي إيه الفرق بقى بين التوم اللي سلايز ده والتوم المفروم التوم اللي سلايز انا هحس بطعمه فلما هاجي هحس بطعمه هحس فيه موضوع في بوء كده بيلعب حلو قوي لكن التوم السلايز التوم المفروم اللي تحطي في قلب السوس ايه الفرق بقى؟ ان انا لما حطيت التوم المفروم في قلب السوس فانا هحس بتطعمه وناكهة ولكن مش هحس بتطعم التوم نفسه في فرق كبير قوي خلونا نحط بقى التوم اللي سلايس بتاعنا متقطع تخين شوية علشان لسان العصفور هيبقى سخنة قوي فما يحرقوش بصوا بدأ لسان العصفور يحمر ويحلو نقلب كده تقلبتين طيب هنحط شوية شطة هلوين قوي هنا الفلفل لاصمر والملح ريحة الملح والفلفل والشطة مع بعض مع ريحة الكمون حلوة قوي 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 سن الكمون صغيرة تطلع لي بقى كل الريحة دي ومعاها ايه؟ حال حلوة قوي افصح البهان ورقتين لوا بس كده اشم بقى مفعول السحر وانا بحط الكرشة دلوقتي بكل بساطة دا ما بياخدش وقت هناخد سلسس الطماطم عليها خلونا كمان نحط بقية سوس عصير الطماطم اللي احنا كنا عصيرونه من شوية وهنحط معاه بقية سوس الطماطم الجميل ده ومحتاجين كمان طيب خلونا كمان نستقبل صديقتنا وحبيبتنا مادام نادية الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته ازاي حضرتك في الجلال ازاي حضرتك كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيب يا رب يكون ولادك بخير قربتوا علينا لقيت خالص يا رب اهو يلا عشان بنفتدي اهو تسلم فيدك والله ربنا خليكت كل سنة وحضرتك طيبة كل سنة وانت طيب وكل كشف البرنامج بخير وحضرتك طيبة اه بنعمل النهاردة كل مصر بخير يا رب يا رب دايما كل سنة وحضرتك طيبة لو سمحت يا سيف جلال انا جبت مدرح طحول اه وثلقته وحطته في الفريزر حلو بس انا طلعت منه حتى كده وقالتها ما كانت حلو عايزاله كده طريقة يعني تبقى طعمها حلو كده لو معمول باي خالطة كده طيب احنا ممكن نحط طب تتابعيني على الصفحة هقولك على حاجة حلو قوي وهبعتلك حل ماشي ان شاء الله طب ممكن نقول ولا يستفد غيري برس اه طبعا طيب بوسي احنا ممكن نجيب التوم بتاعنا ماشي ألف شكر يجال هنا تحت امرك تحت امرك هنجيب للتحال التحال من الحاجات الحلو قوي اللي بتحب الكمون والكزبارة النشفة هنجيب شوية خل كزبارة نشفة وعصير لمون وشوية كمون وملح وفلفل هنحطهم في قلب بولة صغيرة وننقع فيهم التحال نطلع الطاصة تكون سخنة قوي نطلعها ونحط عليها نحط على الطاصة تكون ما فيها الزيت كمان من غير الزيت عشان بيطلع زيت كثير وتعالوا كمان نحط ده ده هيكمل تسويته في قلب الفرن ده نتعالي حلو قوي هنغرفه عايز اقول له حضراتك على حاجة لسان العصفور هيشرب كل المية دي وهيبالينا حاجة حلو قوي تعالوا نحط ده في قلب الفرن بتاعتنا في الفاصل طلعنا الكرشة بتاعتنا مع لسان العصفور زي ما انتو شايفينا كده شربت كل السوس كل التماطم اللي موجودة فيها وفي سوس التوم الحلو قوي كل حاجة تلعت فوق على الوش زهرت وخلت كل التفاصيل اللي كانت موجودة في قلب الكرشة وإحنا بنعملها تلعت وباقت زهرة قدامكم الجزر، الكرافس، الكرشة، لسان العصفور كل حاجة باينة قوي وكل حاجة شكلها حلو قوي وتستاهل بققكم تعالوا نغرفها في قلب الطبق اللابدة الجميل ده علشان تظهر لحضراتكم وتشوفوا حلواتها بس عايزكم تجربوها هناخد الكرشة بتاعتنا بصوا الكرشة بتاعتنا مش مستحملة اهي ندوب عاملها كده هتلاقيها تقطعي ولسان العصفور ناخد شوية الكرشة كده وهنبتجي نغرب بقى الحاجات الجميلة بتاعتنا بصوا لسان العصفور مش مستاهل حلو قوي لما يتعامل في العيد طعم جديد ومختلف بايدا تماما عن الطرق التقليدية بتاعت الفتة والحاجات اللي دايما بتتعامل في قلب بيوتنا فبنحاول نعمل حاجة جديدة تناسبكو وفي نفس الوقت تبقى مختلفة شوية بصوا بقى فسوس الطوم الجميلة دي دي تحطي على وجه اهي لا عشان ما بهدلش بقية الطبق خليني اشيل ده وتفرجوا انتو براحكو على طابي لسان العصفور بالكرشة نشيل ده اشخطي .' اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة